سؤال الثاني لو اعتاد بعض الناس على تسمية المولود على الشخص المتوفى هل في هذا تشريع أو حث أو غير ذلك؟ لا أعلم في السنة ولا في هدي الصحابة ولا في طريقة التابعين ولا في نهج الأئمة ما يدل على هذه الأفضلية يعني الأفضلية في أصلها إلا أن نتكلم على تغير العادات لم يكن هناك عادة بين الصحابة يعني كانوا يحسبون من الذي سمى على أبيه يكاد لا يحصل من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة وإذا نظرت إلى المعنى وجدت أن هذا هو الصحيح الإنسان لا يعرف الحقيقة إلا بتعدد الأسماء جاءك الاسم عبد الله بن محمد بن خالد بن عبد العزيز هنا تميز الاسم لكن أحيانا بعض العوائل الكبيرة هذا يسمي على عبيه والولد يسمي الحفيذ يسمي على أبيه وهكذا يطلع مثلا محمد بن عبد العزيز محمد بن عبد العزيز لأنها استمرت في أحد الأولاد بهذه الطريقة أين مقصود الشريعة في جعل الأسماء سببا للتميز وهكذا بعض الأسر الكبيرة فيها فروع متعددة ما يعرفونها إذا قلت فلان فلان لا أعرف لكن لو كان الاسم الأول معروف والاسم الثاني مميز مختلف كان المراد الشريعة بشرع هذه التسمية من حيث الإجمال كان متحققا حين تختلف هذه الأسماء لكن طرأة عادة قد تؤثر في الحكم أن بعض الآباء يمكن كان أكثرهم فيما مضى يعتبرها من البر يعتبرها من البر ويفرح ويسعد ويتحدث عند الناس أن الإبن سم عليه والحقيقة هذا الخطأ ليس من الإبن الإبن هو بر بأبي لكن الخطأ من الأب حين يرسخ هذا المفهوم فيقول سموا عليه وكذلك الأم أيضا تقول سموا عليه فإذا كبر الأبوان الأم والأب ثم جاء الأحفاد ربما أحيانا بعض أحفاد الأحفاد وجدت أن البيت إذا اجتمعوا فيه فيه عشرات الأشخاص أسماؤهم عائشة وخديجة عشرات أحيانا وعشرات الأشخاص أسماؤهم عبد الله وعبد الرحمن إذا كان الجد الأول اسمه عبد الله وعبد الرحمن فتكثر الأسماء ويضيع المقصود الشرعي من التسمية بين الأقارب المقربين فما بالك بما عداه أنا مشورتي ليست للأبناء مشورتي للأباء الحقيقة أن لا يرسخ هذا المفهوم عند أولاده وأن يطلقوا المشروع الذي شرعت لأجله التسمية وهو التمييز يطلقوه ويحرروه من هذه القيود التي أنشأوها والأعراب التي بعثوها أضف أيضا في باب الأسماء أن هناك إحراج للأبناء يا أخي بر الإبن في طاعته بر البنت في احترامها يأتي يجادل الأب ويناكفه ويغضب عليه وربما خرج مغضبا وترفض بألفاظ أو بأقل من ذلك وأكثر ثم إذا جاه مولوده أنا مسميه على والدي أو يكون عقوقها قل من هذا أو يكون بر متوسط جدا ثم يأتي ويقول أنا سميت على والدي بئسة البر الذي يقف عند الأسماء ويتجاوز الأفعال الأفعال هي التي لها المعنى الأفعال، التقدير، الاحترام، الخدمة، اعتبار القول، عدم المقاطعة، فعل ما يسره، الابتعاد عن ما يضره هذا هو البر الذي هو بالعمل وليس البر فقط بالأسماء ولذلك نؤكد على هذا المعنى أيضا في قضية مراعاة الأبناء يكون للأب أحيانا اسمه غير دارج أو اسمه يتحول الناس عنه تغيرت الأجيال فيه ثم يأتي اسم الأم اسم حديث واسم بنتها اسم قديم يعني نعم نقول البر مقدم بلا ريب ويشكر من فعل هذا لكن السؤال لمن؟ السؤال للأب والأم جميل جدا السؤال للأب أما هذا حين سمى بهذه التسمية أو هذه الزوجة حين سمت على خالتها وسمت على خالها أبو زوجها هي أكرمته بذلك وتشكر وهذا من البر لأن الناس اعتادوا على هذا لكن كلامنا للأباء والأمهات أن لا يرسخوا هذه العادة عند أولادهم وبناتهم الله وإنهم شكرا جميل ما جميل ما سمعت في التفصيل في هذه المسألة شكرا جزيلا شيخ